من الواجبات ومن الحقوق لولي الأمر على الشعب السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل والنصوص جاءت كثيرة ومتضافرة على هذا الأمر منها قوله صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة لما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إذن هذا نص لصحيح البخاري ومسلم أنه يجب على المرء السمع والطاعة لولي الأمر أيضا قوله في الحديث السابق فيما أحب وكره أي فيما وافق غرض أو خالفه وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية فإذا أمر بمعصية أن يقتلى مسلم بغير حق أو أن يتعامل بالربى الواضح الذي لا شبهة فيه فإنه حينئذ لا سمع ولا طاعة في مثل هذا الأمر وأيضا من النصوص التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر قوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك يعني حتى وإن كان هناك أثرة فقوله منشطك أي في حالة نشاطك وقوله مكرهك أي في حالة كراهتك لذلك والمراد أي أن تكون طائعا وسامعا في حالة الرضا وفي حالة الصخط وفي حالة العسر وفي حالة الجسر وفي حالة الخير وفي حالة الشر وأيضا في حالة أنه يستأثر بالمال وتترك فإنه أيضا عليك السمع والطاعة ومنها أي من الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة ما جاء عن علقم بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلم بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله رأيت إن قامت علينا أمرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وكان مرافق الله صلى الله عليه وسلم وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي رواية لمسلم فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموا أثموا وحمل الرعية السمع والطاعة لهم فإن أقاموا بذلك أثيبوا وإلا أثموا ومنها أيضا مما يدل على السمع والطاعة لولاة الأمر من أطاعني قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عسى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني وفي لفظ مسلم ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني ومنها أيضا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس قال قال رسول الله سلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ومنها أيضا ما أخرجه في الصحين عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله سلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم من الله فيه برهان كفرا وبائحا يعني ظاهرا وفيه دليل على أنه قصد هذا الأمر أيضا من الحقوق حقوق ولي الأمر على الرعية محبة ولاة الأمر والدعاء لهم في ظهر الغيب قد جاءت النصوص الشرعية مفيدة أن فشوى المحبة المتبادلة بين الرعي والرعية وظهور الدعاء لولاة الأمر من علامة خيرية الأئمة وخيرية الأمة فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم الصلاة هنا بمعنى الدعاء ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة ولا تنزعوا يدا من طاعة هذه نصوص صريحة وواضحة حتى وإن كان في ولاة الأمر ما فيهم فإنه ينبغي أن لا تنزع يدا من طاعة خامسا من حقوق ولاة الأمر عدم الوقيعة في أعراضهم والاشتغال بسبهم وذكر معائبهم لأن ذلك من الكبائر وذلك من الغيبة المحرمة وقد نها الشرع عن ذلك وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وأيضا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا هذه من الأدلة التي تدل على أنه لا يجوز الوقيعة في إعراض الأمراء لأنهم على كل حالهم من المسلمين ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه كلها نصوص تتضافر وتدل على النهي عن سب الأمراء على وجه الخصوص وعن سب الناس المسلم ليس بالسباب وليس باللعان لكن أيضا الأمراء على وجه الخصوص جاءت أدلة تدل على النهي عن سبهم كما جاء في سنن الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاق عليه ثياب الرقاق قال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة اسكت سمعت رسول الله سلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله وعن أنس بن مالك قال نهان كبراءنا من أصحاب رسول الله سلم قال لا تسبوا أمرأكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب هذا والله أعلم وأحكم